دشنت مساء أمس في الكويت مسابقة فيش هاكثون بنسختها الثالثة وتهدف المسابقة التي تأتي كمبادرة من الخارجية الأمريكية وتقام بالتعاون بين السفارة الأمريكية في الكويت ومعهد الأبحاث العلمية للاستفادة من المبرمجين في وضع تطبيقات تساهم في حل للمشاكل التي تعاني منها البيئة البحرية بالتعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في الكويت ومعهد الكويت الأبحاث العلمية والجامعة الأمريكية في الكويت دوشنت مساء أمس مسابقة فيش أكثن العالمية بنسخة الثالثة في الكويت وتهدف موضرة فيش أكثن لإيجاد الحلول التقنية التي تحافظ على الحياة البهرية والثروة السمكية وتعد الكويت الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشارك في هذه الفعالية أنا سعيد أن أشارك في هذه الفعالية في الكويت لأن الكويت هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشارك في هذه الفعالية العالمية ونتطلع لنرى ما الذي يمكن للمبرمجين أن يقدموا هنا في الكويت وتسعى المسابقة لمشاركة المبرمجين والمصممين والهوات من جميع أنحاء العالم للعمل معا خلال عطاة نهاية الأسبوع لإنشاء تطبيقات وأدوات جديدة لمعالجة الغضايا التي تواجه الصيد المستدام نحتاج أن نعمل سويا لإيجاد حلول تساعدنا في حل هذه المشاكل وهناك طريقة واحدة لفعل ذلك وهي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وهناك أناس ليست لهم علاقة بصيد السمك ولكنهم مبدعون في استخدام الهواتف النقالة وهم يأتون بحلول تساعد الصيادين والشرطة وغفر السواحل في حل هذه المشاكل ويشارك في المسابقة المقامة في الكويت أربعة وثلاثون متسابقا يتنافسون خلال عطلة نهاية الأسبوع عندنا اليوم أربعة وثلاثين متنافس خلال الويكند راح يشتغلون على حل المشكلة هذه وطبعا في نهاية اليومين راح يكون تقييم لهذه التطبيقات التي حلوها ورح يكون في جائزة كبرى حق المتنافس الأول الفائز الأول وأيضا الفائز الثاني والثالث ويتوقع القائمون على المسابقة أن تسهم هذه المبادرة في إيجاد حلول للمشاكل التي تسببت بخفض كميات الأسماك في بحار وجعلت الكثير منها غير صالح للأكل ترجمة نانسي قنقر